احتفلت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بقداس عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي تم باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب الحقيقة فرح عظيم جدا أنه نشعر أن احنا كيان ونسيج واحد في المجتمع المصري رأى جدا طبعا أن أخي وصديقي الشيخ سيد عبد الكريم موعانا وبيهنينا بالعيد الأظهر الشريف حاضر معانا في أمور كتير الكنيس المسيحية المختلفة بتهنينا بالعيد الدولة بتهنينا بالعيد فرحة كبيرة أن احنا نحس أن العيد السنة دي فيه وحدة ومحبة وشركة بتجمعنا جميعا هي رسالة اليوم رسالة الكريسماس رسالة عيد الميلاد هي رسالة المحبة رسالة السلام لأن الملاكة ما بشروا قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ويمكن دي مشيئة ربنا أن العالم يكون في سلام دائما وأبدا مصر هي مصر بمسلميها وبمسيحيها دائما وأبدا في روح الود والوئام والتسامع نحن دائما تربينا وكبرنا وطلعنا جرجس جنب محمد وجنب السيد أخو يسامي جنب أحمد كلنا إخوة في الله رسالتي في العيد ده رسالة لكل الناس التعبانة وناس الكئيبة وناس الحيرانة أنه صلاة قلبين وربي يزون في الوقت العصيب ده بفرح حقيقي فرحة سلام